بسم الله نظر الصراع على المشروع وعلى وجهة البرنامج أول حاجة بلاقي اسم البرنامج OTSC Revit Mb1010 بلاقي اسم المشروع النفذات بتاع الحاجات اللي شغالها في الرفيت هو RVT بلاقي الدور بلاقي الدور ده مثلا شغال في ميكانيكل ولا تكييف ولا ولا بلاومنج ولا كهرباء بلاقي هنا علامة الارضية بلاقي فيها اغلب الاوامر لما استخدمها في المشروع زي new, open, save, save as export, publish, print لو نعايز اصغل option بعد كده بلاقي الاوامر ديت دي اكتر الاوامر استخداما عشان اصلاها بسرعة لو نعايز اخفي حاجة منها باجي هنا وشيلها اتسابي المسال اشيل نيو فلا اختفت ده لو نعايز اخلي 3D لو نعايز اتراجع عن حاجة لو عايز اصيف بلاقي هنا في استعراض للمشروع المشروع عندي مثلا بينقسم القهربة بينقسم المكانيكال بلاقي التقارير الشيط الفاميلي لو في انا رابط المشروع ده باي مشروع تاني بيظهر لي هنا هنا بلاقي واجهة المشروع نفسه بيظهر لي هنا لو انا عايز اصبح المشروع بيدوس F8 بيظهر العجلة ديت بحيث ان انا اعمل زوم اعمل البان زي ما انا عايز بلاقي فيوق فوق في عندي هوم وانسرت وانوتيت 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 بيكتب لي امتحتي زي ما ارسم داقت ارسم بايب ارسم واير احط اي فاميه انا عايزها انسرت بعمل ادراج لحاجة من بر المشروع عندي زي ما انا اعمل لينك او او امبورت لمنفات الكهد او الريفت اعمل انسرت الصورة النوتيت بيكتب لي معلومات فعل باللوحة ممكن يعمل الابعاد ممكن يكتب لي كلام عادي ممكن يعمل تاج لايه حاجة انا عايزها مودفاي بيعمل تعديلات للعنصر مجدد في المشروع اللي انا عايز اعمل تعديلها للحاجة معينا زي كوبي بقف على العنصر بيظهر لحاجة تانية زي مودفاي بس مودفاي اسم العنصر نفسه بلايه فعل موف وكوبي والروتيت والحاجات ديه انالايز بعمل تحليل المشروع المعلومات المجدد في المشروع بحاجة ان انا عند برنامج هاب موجود في اربلا مشروع بيحلال بيانات ممكن يعمل الحساب بتاعي ارتكشار برسم المعماري بحيث ان انا لو جال المشروع في حاجة ناصة او انا عايز ارسل مشروع موجود او عايز ازود حاجة اقدر اخش في ارتكشار وارسم حيطة ارسم باب ارسم ويندوك ارسم سلم زي ما انا عايزي بعد كا عند الكلبريت ده لو انا اشغال مع الناس تانية وبحاول ادير المشروع بحاول اشوف واخد نسخة بحاول اديرها فيه لنك يعني انا دوقتي شغال مثلا في الاشفاك في واحد ثاني شغال القهربة ده بنعمل ووركسيت ونمشغلنا مع بعض الفيو ده بتحكم مثلا لو انا عايز ارسم سيكشن لو انا عايز اعمل بلان جديد لو انا عايز اعمل شئ جديد لو انا عايز اشوف ايه الحاجات النوافذ المفتوح دلوقتي في كزا نافذة اقدر ابدل بينهم ممكن اقول له بحيث يفل لأي شاشة غير الشاشة اللي موجودة عند دلوقتي بحيث متباش معاني الغرشة واحدة عشان خفف الدم ممكن نزل الحياة المخفية يعني عندي حاجة سيستم براوزر دي لو نعمل سيستم مسلا هنا مش عاملت سيستم غير التكييف كل بي بي عمل لها سيستم خاص بيه انه موجود هنا عندي رسيمت فايل لو انا عايز ارجع الواجهة الاسيال برنامج اللي هي بيقول لي مسلا ايه المشايا الاخرى عشرة مشاشة قلت فيها لو انا محتاج ان انا اوصفيهم اجي مانيش دارة المشروع كله لو انا عايز احدد خصاص معينة في الامي بي في الكهرباء في الميكانيكل لو انا عايز اعمل ادارة المشروع عايز ازود مترية اللي عايز اغير الاعزاء الموجودة عايز اشغل باكرو كل حاجات دي موجودة في المانيش دي واجهة سريعة لبرنامج بنليش بقى حاجة تانية غير مثلا الحاجات التحت ديت بحيس ان تتحكم في الميون الموجود اتحكم في اخليها مثلا ويرفرين دلوقتي اخفي حاجة اظهر حاجة من قلب المشروع الموجود ده وننظر عمل البرنامج وان شاء الله بعد كيفية نبدأ نخش في الكستل اكتر عمر سليم اشتركوا في القناة